موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو ولقاء جديد من باب الخل يا رب تكونوا بخير الاهلي معلش عرض لك الكورة كده أهلا بيكو برح احنا تكلمنا عن محمود الجندي وقلت انه محمود يعني مسألة انه تقول انه قال حد فيها يعني انا عشرته وشفته باحث يعني الاول ما قبلش الفكرة وبعدين فقر واشتغل وقرى ففيه ناس كتير قالوا لا ده ألحد ألحد خلاص يعني على راحتكو يعني يعني الناس تستقبلوها زي ما تستقبلوها لكن انا بشوف ان محمود هو فريق فيه ناس مش قليلين كتير تأملوا وفقروا واكتهدوا فانا بشوف محمود من الناس اللي ارحموا يعني وحسن إليه انه من الناس اللي اكتهدت في البحث عن الله وقلت تعبير يعني حاولت يكون فيه دقيق انه هو رجل لا رفض فكرة ان يرث الدين من أبقه وأجداده زي ناس كتير وقرر ان هو يشوف الحكاية فلما شافها عارف الحقيقة فدي حاجة بتبقى جميلة جدا أما حكاية السوق بالأسود اللي اكتشفوا العلماء في برة في ناس قالوا بقى طلعت ناس كتير تقول هو ده اللي في القرآن هو ده اللي في بعض النجم سورة النجم سورة الـ والجوار الكنس والحاجات دي كلها فأنا بس عايز أقول جملة واحدة مش أكتر من كده أنا أربأ بالقرآن أن يدخل في إطار لا تاريخ ولا فيزياء القرآن كتاب مقدس كتاب مقدس فيه شريعة وذكر الحرف فيه سواب أي كتاب في العالم ذكر الحرف في كتاب فيه سواب يعني أنت لما تقرأ كل الكتب والنظريات اللي عملها أينشتاين ولا أي عالم العلماء الكبار نيوتن ولا غيره ولا غيره ولا غيره ولا غيره بتاخد سواب فالقرآن مش كتاب تاريخ ما قدرش ياخد منه تاريخ ما ينفعش ولا كتاب فيزياء ليه بقى؟ لأن الفيزياء دي متغيرة إحنا مش عارفين السقب الأسود ده أساسا فيه إيه إحنا نجري نقول إنه كذا وكذا 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 وفيه ناس فسروا الكلام ده زمان كتير القرآن مالوش علاقة بالقصة دي ثم يا سيدي أنا موافق على بتقولوه إنه هو الجوار الكنس اللي هو هي دي للسقب الأسود مين اللي اكتشف الحكاية دي؟ أصحاب القرآن؟ لا إحنا عادينا نستنىهم لما يكتشفوا وهم يكتشفوا آيات الله فهو الواحد بيزعل بس لأنه إيه؟ لا رئيس نقيد ولا رجل مساحات أراضي موجودة خيرات موجودة بشر أصحاب عقول متميزة موجودين فروات ربنا مدينا كل حاجة ومدينا في منطقتنا كمان لغة واحدة ودين 90% واحد أو 95% أو 99% واحد وحايزك عشان تقول إيه؟ محمود أصله سوداوي أنا موافق بس حايزك تبص على حاجة أنا أعتقد إن أنا قلت الكلام ده قبل كده مرة حضرتك تبص تشوف افتح شوف الدول متقسمة كلها كل التقسمات يعني بعدد السكان بعدد السروات بعدد البتاع بالديانات يعني في دول إسلامية وفي دول مش إسلامية شوف الدول الإسلامية وبعدين نتكلم شوف الدول اللي معظمها معظم سكانها مسلمين وشوف أساميهم وحطهم لكده في الترتيب دول العالم المتقدمة هتصيب بحصرة عظيمة جدا رغم إنه ما فيش حاجة نقصانة خالص عندنا كل حاجة كل الدول الإسلامية لما تشوف أساميها كده هتلقى كلها دول غنية يعني مش شرط تبقى غنية يعني واحد غني بالسكان واحد غني بالبترول واحد غني بالغاز واحد غني بالحديد الجزائر فيها فوسفات ومانجانيز وكل الدول دي فيها خيرات لا حصر لها ليه إحنا كده وليه هم كده هم اللي بيكتشفوا وإحنا قدين لما يكتشفوا نقول لهم ده ما هو عندنا طب وانت حملت بي إيه لما هو عندك عملنا بي إيه حاجة تلتة بقى وده آخر يعني كلمتين بساط يعني أفعال القرآن الأفعال اللي هي اللي هي في الكتاب المقدس اللي هي افعل ولا تفعل افعل الخير افعل العلم افعل التقدم افعل ازدهار من الكتاب الكريم ومن سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام موجود ده كله موجود هنا في حياتنا اليومية هل القرآن موجود في الشارع؟ يعني مش الكلام اللي احنا بني مش القراءة مش الآيات ولا الصور الفعل لأن القرآن مش آيات وذكر عشان خطر نقولها عشان نفعلها وكان الصحابة رضوانا الله عليهم جميعا كانوا يحفظوا خمس ستة آيات ويعملوا بيهم بعدين يحفظوا ويعملوا بيهم يعني القرآن كتاب للتشريع وللعلاقات الإنسانية العظيمة جدا كل ما تتسع وتحلو العلاقات الإنسانية كل ما تجد ده موجود في كتاب الله الكريم فين ده وفين احنا؟ هي دي الحاجة اللي بتعزين طيب عنا البلد وإيه الحاجة ده عندنا يا عم يستنى بس برقى شوية يعني الواحد بيزعل لأنه المشوار لسه مبدأش عايزين نبدأه بس يعني ممكن إحنا نتقدم بعد سنة 2098 كويس جدا على فكرة كويس جدا بس نبقى عاملين خطة إن إحنا خلال السنين دي أنا مش بتكلم على مصر على فكرة تحديدا يعني أنا بتكلم على المنطقة كلها ما عادش فيه دول بتقوم لوحدها ما عادش ما بينفعش لازم تبقى اتحادات لازم تبقى الدول تضم على بعضها تضم على بعضها عشان تبقى دول قوية شوفوا أوروبا أنجلترا جامدة وفرنسا جامدة وألمانيا جامدة لكنوا تشكلوا مع بعض أمريكا 52 ولاية تضموا مع بعض الإمارات تضموا سبع ولاية مع بعض لازم الناس تضم عشان تكون الحياة أفضل وأقوى يعني إحنا بنستعين ببعض كلنا وده اللي حصل في مجتمعنا ليه مجتمعنا فيه مشاكل هنا بقى بلدنا لأن إحنا مش ضمين إحنا نفرين يعني اللي يحصل في الشارع وإنت ماشي في الشارع هتلاقي الناس نفرع من بعضها هي ممكن تكون معذورة بس لازم نشوف صيخة للحل ده يعني الحالة دي دي حالة الناس نفرع يعني محدش طائق تاني على فكرة ده جوه البيوت كمان وده مسألة عايزين نشتغل فيها كتير كل واحد فينا يشتغل فيها أنا واحد منهم أنا ناف طول الوقت متعصب طول الوقت متوتر مش عارف ليه مع إني يعني عجزته مش عايز حاجم الحكاية إنما الحياة اللي إحنا عايشينها الصخب اللي فيها والتعدي اللي فيها واللي 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 ما خلي الناس ماشي على دوافرة لازم الناس تريح شوية إزاي؟ ده الشغل بقى بتوع السياسة وبتوع الاقتصاد وبتوع الاجتماع وبتوع الحاجات دي كلها ده مش شغلنا لأن ده بس إحنا بنرصد وننبه نهدى شوية يعني شوية تروي كده عشان نقدر نتعامل مع بعض لأنه طول ما انت نافر الخيل الجميل الحصان الجميل اللي ما يبقى نافر كده وما يبقاش يبقى وحش إلا ما أنا منطبطب عليه كده ونهديه كده بص لقيه يقدر نستخدمه الاستخدام المناسب ليه ولي ربنا سخره ليه بس دي الحكاية أنه يعني أنا مش معترض على حاجة آه طب خلاص أوكي عايزين تقولي أنه هو ده اللي في القرآن وده طب وبعدين لما يطلع السوق بالأسو ده حاجة وحشة يبقى ربنا أقسم بإيه بقى نعمل إيه نغير بقى التفسير آه خلي بالك ولذلك التفسير العلمي في القرآن محتاج من حضرتك التأمل تأمل أنا بقولك أنت راجع نفسك مش بقولك رأيه إنما المسألة محتاجة لأنه الفيزياء كل شوية بيحصل فيها تغيرات اكتشافات وحاجات وراحة وجاية وجاية فبس يا سيدي هذه كل الحكاية دكتور حسام شرفنا النهاردة بدري لأنه حبي يتفرج على ماتش الأهلي وأنا دخلته هو كان متحمس جداً واللطيف أنه كان فاضل ربع ساعة لأنتقل ماتش وهو لسه عنده أمل وقاعد متحفز جداً وقاعد مينوارنا في الستوديو بعد اللحظات حنلتقي مع الدكتور العزيز الدكتور الكبير الدكتور حسام موافي حيكلمنا عن الأنيميا أهلاً وسهلاً بحضرتكم في حضر دكتورنا وأستاذنا الدكتور حسام موافي أهلاً بك يا دكتور أهلاً بك يا دكتور أهلاً بك يا دكتور نحن أزعجناك النهاردة الدكتور كان يحب إنه هو يكون يعني قاعد في البيت النهاردة مشرتاح يوم لكن إحنا برضو إحنا ما عندناش إخلاق ربنا ديك الصح لكن الناس بتستنى حضرتك وابتسك في حضرتك والناس لما ابتسك في طبيب بتبقى حاجة عظيمة آه وعلى فكرة يعني كل أطباءنا ممتزين يعني إذا كان في حاجة كده ولا كده دي حاجات قلة من الأطباء المصريين يعني كلهم ناس آه الأنيميا بس هل كنت عايز تعلق على الكلام اللي هو الخاص آه نعم كنت بقول حالتك إلا له بعض الناس المتابعين أنا سمعتك يعني جيت بدري شوية دخلت أسمعك فعلا آه أنا يعني اتربنا من وانا طفل ما روح صلاة الجمعة أو أسمع حد أو كده كله تركيز شديد جدا على العبادات آه ونادر جدا من رجال الدين اللي بيهتم بالعمل آه أنا بقول المسلم الصحيح السليم ده طائر بجناحين العبادات ده جناح ما يطيرش والعمل جناح ما يطيرش فلو كان عنده الاثنين متوازنين زي الأمة الوسط اللي النبي عليه الصلاة والسلام تمناها هم هم تقول عارقة ما تقولي أنا أنا حفظ القاعد في الجامعة أبقى رجل ناجح مستحيل مستحيل أبقى رجل ناجح أنا قاعد أصلي مريش حاجة خلص وسايب شغلي وما بشوفش عينين مش ناجح طيب أنا راجل بشوف كل عينيني ونسيت ربنا وحقوق اللي قاله عليها أبقى فاشل هم فهي المسألة طائر بجناحين نفسي جدا ولادنا يطلعه مم نفسي جدا ولادنا يطلعه انو يعرف ان الأتنين زي بعض بسط شغلك في الأسر العيني زي عباتك صحيح فهي دي النقطة اللي كدayı نملتنين بقى في التفسيرات في القرآن عراchoolاما تقول بالإنجليزي »,؟ كرسي ملاش معنى تاني خالص إنما قلب بالعربي ميت معنى عشان كده أتحدى حد يفسر القرآن طب القلب والفؤاد ذكره في أي واحدة صحيح أم موسى وهنا القلب هنا له وضع والفؤاد و حسب ما رأى المفسرون حتى هذه اللحظة ممكن بعد 300 سنة يجي واحد تاني يلاقي تفسير تاني جديد وهذه عظمة القرآن بالصبت إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب كيف القلوب في صوت تعمل فلإن اللغة العربية جبارة جبارة فتفسير القرآن ده حاجة مستحيلة فيها مرادة متراضة كتير القرآن ما فيهوش متراضة خالص لو فصلنا يا أستاذ محمود طب اللي بعد 100 سنة حيقبله إيه بلاش ألا يمكن كان سهل جدا عن رسول عليه الصلاة والسلام يكتب لنا تفسير القرآن ويريحنا ما عملش كتر عشان يفضل تفسيره إلى يوم الدين وكان ممكن الله سبحانه وتعالى ينزل لنزل الكتاب يعني أفعل ولا تفعل وخلاص أو يفعل والبقى ما تفعلش أو لا تفعل والبقى يفعل لو كان القرآن مزل بالإنجليزي ما كانش بيقى في المشكل خلص عشان اللغة لغة واضحة وكلمة تعني مان عشان كده سبحان الله إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلوه تعقلوه عربي لعلكم تعقلوه افهموه لأن الكلمة الوحدة لها مليون معنى تعرفين فيه كلمات بيقالية متراضفات مثلا بتوصل لعشرين ودلاتين واربعين في اللغة العربية ودي على فكرة صعبة لكنها مفيدة في اتساع القماشة أنت لو عايز تكتب شارع عايز تكتب حاجة عظيمة ممكن تروح وتيجي تلاقي مفردات كتير قدامك غير طبعا اللغات الأخرى صح صح شكراك يا دكتور على فكرة احنا كنا فيه خلاف الحلقة الأخيرة أنا عطق رفيفة عايزة أوضحه من فضلك احنا قلنا إن في الفتحة اهدينا الصراطة المساقيم صراطة المساقيم بعد ما جت إياك أعبد وقائك أستعين فقلنا الهداية تلات أنواع هداية فطرية اللي بتولد الجاموسة بيروح على الضرع يرضع دي من عند ربنا وهداية اختيارية الخمر حرام انتحر وهداية التوفيق فعلى رجلين يعني التوفيق ما يبقاش إلا للمؤمن أنا بقى طلعت التوفيق من القرآن مرتين لم يذكر إلا مرتين وما توفيقي إلا بالله يبقى التوفيق من ربنا والتاني إن يريد إصلاحا يوفق الله وبينه إذا التوفيق من ربنا زي الرزق هو الرزق ذا مقصور على المؤمنين يعني حضرتك الأصل أي واحد يوفق بذن ربنا وفقه وجايز بيوفقه لصالح حاجة يعني إذا التوفيق من الله مش للمؤمنين هو يختار زي ما يقول يا أيها الناس تقوا ربكم لا زي الرزق يا أستاذ محمود يعني هو الكافر ما بيجيلوش في لص سيدنا إبراهيم قال له رب يجعل هذا البلد أمنا وارزق أهلهم من الصمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال لعلهم لا قال ومن كفر انت عايز نزل الناس دول كلهم حاضر ومن الكفر كمان ثم بقى إليه مرجعهم وبعدين يبقى عذاب وحاجات زا كده التوفيق زي الرزق مش مش مقصور على حد مش مقصور على المؤمن على المؤمن أو على أي حد أنا هنوفق إليه نعيسه ده ربنا سبحانه وتعالى طبعا تماما حسنا يا دكتور طب قول لنا حاجة جمانا يجب التنوي قول لنا حاجة جمانا الله يفتح عليك الله يخبر قول ريت إيه يا أخي مؤخرا كتاب مؤخرا برضو تأكيدا للحرك قلته صورة الجمعة ربنا ما قال إذا ندير صلاة من اليوم بالجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بينما لما خلصت الصلاة ورحتك آكل عيش قال فاسكروا الله كثيرا كثيرا ما تقاليش أنت راح تصلي كثيرا ما تقاليش أنت راح تصلي فاسعوا إلى ذكر الله ما فيش كثيرا ممكن لما وزعوا رزق كثيرا إنما إذا انقاذ الصلاة فانتشع وابتغم رضا فاسكروا الله كثيرا طيب طيب محدش قرن فيديو دي يعني أنا راح يصلي قال لي اسعى إلى ذكر الله طب بعد الصلاة ده شغل لأنه بشغل صحيح بشتغل اسعوا شوف الكلمة يعني يجروا اهه يجروا وروحوا شوفوا رزقكوا وأكل عشكوا الحج مش عرفها طبعا هو عرف خلصت نزلت تذكروا الله كثيرا أو أشد ذكر بعد ما عرف خلصت بعد ما خلصت الحج صحيح في الثلاثة أيام يعني ياريت المسألة بتاع محتاجة يعني من الناس نظرة تنوير هادئة نظرة هادئة تنوير لأنه طول الوقت الكتب المقدسة سواء احنا بنكلم مع مسلمين أو مسيحيين الكتب المقدسة دائما هي نور إذا تبعته فأنت فيه أمان هداية يعني فيه أمان فيه أمان حتى من الناس اللي حواليك لأن انت كل ما تبقى عندك هذا النور من الكتابك المقدس بتعيش حياة مختلفة عن اللي عايش في الظلم القرآن كتاب هداية تمام أنا كنت بقول إنه هو مش كتاب تاريخ ولا كتاب فزيار يعني كتاب هداية وحركة كنت بتقول له افرض أنا كطبيب فسرت آية علمية نعم وطلع إن العلم ده غلط يطلع مش مشكلة مش مشكلة هقول لحركة المثل اللي احنا قلناها في أول حلقة التقيت بيها المية طب ما هي مفسرة زمان غلط ولو فصل هي القرآن ثابت ثابت أنا فصر فيه حتى لو تغير العلم هو ثابت هيطلع تفسير أرقى أنا أقصد إنه ما يتفسرش بالعلم العلم يتفسر به إنت تشوف ظاهرة وتقول إنما ما تقولش يعني عشان الدخول للعاجات دي ببعضها هي عايزة عايزة رقي عقلي غير طبيعي وبعدين هما الناس الحقيقة هما الناس بتبقى عندها إحساس بإنائي تريد أن تدافع عن الله وإحساسهم جميل ومش عالهم جميل يعني بص القرآن بتاعنا صادق بتاعه مش عارفة حاجات زي كده بس دا عندك حاجة أجمل من الدعوة دي إنك إنت تكون قرآن يمشي على الأرض فيقولك بص المسلمين يعملين إزاي إيه الحلاوة دي بص المسلم أنا فاكر الله أرحمه محمود الجندي بالمناسبة رحمة الله عليها لما بدأ يلبس الجلابية وتخل مرة المطار وراجع لقب الطيارة فلقى ست أجنبية ومعها شنطتين تقل فراح خد منها الشنطتين وطلع على غاية الطيارة فالست شقرته جدا جدا وسألته بقى أنت إيه حكايتك وإن لأنت لابسه دا والحاجات دي فهو دا المسلم مش أنا أسأل سؤال لكل المشاهدين سؤال على الملاء اللي أسلمه أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمه ليه كل أحد يسأل لفسه أنا راجل كافر وأسلمت ليه أما شفته أما شفته خلقه إنما أبو عيسة الأتم هم شافوا مكرم الأخلاق صحيح قال لك أحب أقلب إنما ما أسلمش عشان فرضت الصلاة ولا فرض الصيار كل دي مراحل على تكرار وحاجات متعبة لا وجات بعدين مش في الأول إنما اللي أسلم بمحمد عليه الصلاة والسلام أسلم بالله عن طريق سيدنا محمد لأنه شافه فلو كان كل واحد فعلا قرآن يمشي على الأرض ومثل يعني أنا بتعجب على طفل 15 سنة قدروا ناس يقنعوه إنه هو حيبقى شهيد لما يفجر نفسه حالك ما وقفتش عندها دي 15 سنة لا يعي لا يعي إزاي مين جاله القلب القاسي إنه يقنع ولا زي طب ما تعمل أنت كده صحيح بدلا ما تبعت ولد سنه ما كنت أنت اللي أقنعته كنت أنت اللي عملت كده لا دا اللي عنده حاجات وإنت بتوفرها له نجاوزه وصغيره ونجيب له حاجة جديدة ونقول له أنت بص بقى الكمبيلة دي وتعدي جدا هتروح إلى الجنة لا والحر العين هو صحيح بفكر نقول لك حاجة في الفاصل الحكاية دي دايب يلا نخش بقى في الأنيميا دكتور الأنيميا ده مرض ممتشر جدا في مصر كلمة الأنيميا الأنيميا هي ألف لام التعريف هي الأنيميا الأنيميا اسمها بالإنجليزي أنيميا أعجب تعريف الطب ما احنا نبدأ بالتعريف تمام هو تعريف الأنيميا أعجب تعريف يا أستاذ محمود في الطب يعني أقول لك نقص الصوديوم الصوديوم أقل من 130 رقم نقص البوتاسيوم أقل من 2.5 نقص الكالسيوم أقل من 9 أرقام الأنيميا هي نقص الهيموجلوبين فجيه بقى المشرع محطلنا شرق قال لك نقص الهيموجلوبين عما أنت تتوقع حمامية الدكتور أه الطبيب أيوة محطلنا شرق ليه لأن الهيموجلوبين بيختلف من 6 الراجل من سن كل حاجة ظروف فأنت بص للراجل ده أه أه ولا 11 أكويس لك فسبني حر فهو نقص حر في الحالة ولا في السن لا في التعريف والنوع فكرة أم أنسا يعني ست حولا أنت عندك أنيميا ولا لأ أنا حر أنت حر بمعنى الأنيميا نقص تحت ما هو متوقع لفلان مثال واحدة ولت أحسن منبه لنخاع العظم اللي هو بيعمل كرة الحمرة هو نقص الأكسوجين أحسن منبه أنا رحت مرة في مهمة علمية في صنعة فاستخدموني بقى كطبيب أبص على الحالة لقيت الهموجلوبين عالي جدا فتخضيت كان جنبية واحد أستاذ يعني أحنا فوق السحاب أه أصعب صنعة أحنا فوق السحاب أه سحاب عندنا نقص أكسوجين فلا تتعجب لما تلاقي الهموجلوبين عالي تمام تمام فالولد اللي في بطنه أمه نسبيا تحت نسبيا 3000 خط في نقص أكسوجين إن هو مش بيطلع ياخد نفسه لا ده الأكسوجين جايل من طريق الحبل السري نظبوط فبينزي الهموجلوبين عالي جدا يوم ما يتولد أعلى من الطبيعي يبتدي بقى الهموجلوبين ده يكسر ويطلع بداله بتاعك الناس الكبار بقى تمام فيبتدي ينقص 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 لحد أما ييجي عن سن عشر أو تسعة سنين النص ينزل للنص وبعدين يبتدي يقل يقل عن سن البلوغ يبقى الرقم اللي حنتكلم عليه أنا قلت ثلاث أرقام يعني إذا لو جبنا طفل عنده عشر سنين أعلى من واحد عن تسعة سنين لا طفل مولود أعلى من واحد عن تسعة سنين ولتسعة سنين أقل من معتاد أقل من واحد المعتاد فيبقى سليم بالزبط يعني واحد سنه عشر سنين رح له دكتور قال له انت هيمجلوبين واطي ويزعج أمه لا يا حبيبي ده ده النورمال بتاعه ده ده الطبيعي بتاعه وبعدين الست أنقص من الراجل بجرام لجرام ونص في جميع الأعمار في جميع الأعمار في جميع الأعمار تمام فاللي يقول الدورة الشهرية يبقى مش صح لإن إحنا في جميع الأعمار الستة نقص من الراجل طب ما في سنة فيه سنة ما تبقىش ما قبل وما بعد كويس اللي تولدت الولد أكتر من البنت في سن التسعة سنين بكلم عن الولد أكتر من اللي لسه مفيش دورة فيه اللي لسه مفيش دورة ولما بتتقطع بعد كده بالزبط إذن طب سؤال تاني ممكن ستة عنده ربعين سنة أو رجل عنده ربعين سنة يختلف عن رجل عنده ربعين سنة لأ المفروض لأ لأ حراك بقى بتسأل سؤال خطير جدا بس بطريقة عجيبة هل أنا دلوقتي بالزمن سمع بيقل كبرت ونظر بيقل كبرت وظيف الكلاب تقل كبرت وفي حدود طبيعية تمام بس أقل أنا عشان كده عندي رينش هل الهومولوبين ينقص بالزمن بالعمر يعني واحد سنة وثمانين سنة لقيت الهومولوبين واطي هل أقول له عشان التكبير ممنوع مفيش فيه خنخاع العظم يعمل حتى البساتين حد منزل في احنا في البساتين لا لسه خبطت أوه أنت في البساتين لا لسه احنا في البساتين الدكتور شاول عليها حتى البساتين ماشي احنا نقلنا ستة اكتوب لا أنا في البساتين ما نقلتش فما ينزلش طيب راجل سنة ثمانين سنة هو يبقى واطي يبقى مريض بعناما لو قال لي أنا سامع قليل أقول له ما فيش مشكلة عادي ما انت أكبرت نظري قال لي قال له فيش مشكلة إنما همجلوبين قال لي يبقى عنده مشكلة دي نقطة مهمة جدا ليه زفطة ما ينزلش بالسن والستة أقل من الراجل في جميع الأعمار تمام في جميع الأعمار بس في الأعمار والحاجات المشتركة في مجتمع وبيئة واحدة يبقوا زي بعض لأي هنقصد أقول رجل عند 40 سنة عايش في القاهرة وكده ورجل عند 40 سنة برضو هنا ده يبقوا حاجة زي بعض زي بعض تمام المعامل الناس تروح تحلل هاي الأرقام اللي تيجي للناس هناخدهم بقى سنة سنة بقى هنعمل إيه احنا بناخد ثلاث أرقام لأي واحد يختار رقم منه نسبة همجلوبين عدد خلايا حمراء حاجة اسمها حجم خلايا مكسف نقف عند حجم خلايا مكسف لأنه حلوي لازم نستعرفه هو اسمه كمان كده شيك اي كلام حجم خلايا مكسف لو أنا وقفت عالترع بقى خلايا مكسفة عشان خطري رحنا بستوى دا عشان خطري ولعبت بيدي ولعبت بيدي في مية الترع كده اتعكرت المية كانت في الترع كده روحت عامل بيدي كده عكرته جبت الأرض بتاعت الترع مع المية ورحت أخد كباية فهي كباية معكرة طبعا سبها ساعتين تتصفه حينزل ده تحت طبعا الدم كده لو سبت الدم الخلايا الحمراء تنزل تحت والبلازمة اللي هي المية اللي عايم فيها تفضل فوق وده معناه؟ بالرفق أقيس بقى ده حجم الخلايا المكثب يعني الخلايا خدت قد ايه من المية سنتي خمسة واربعين وخمسة وخمسين مية تخيل أن الدم نص خلايا ونص مية فللرقم ده لو نزل أبعدي أنيمي المية أكتر من الخلايا لو الخلايا الحمراء اللي أنا بيعديها في الميلي المكعب زادت عن المية المية لو زادت تخففه نسبيا ده المية لو زادت لو المية زادت طب لو المية الدم هو اللي زاد عن المية يعني الكثابة اللي ده العكس يعني أول حركة أنا جبته واحد رح تمعلق له جلوكوز ده مية ورح تخد له عين الدم يطلع خطأا إنه عنده أنيمي هم عندوش أنيمي من تم دخلهم منهم خففه أو الخلايا الحمراء عدا أو الهيموجلوبين اللي هي المادة اللي جوه الخلايا الحمراء برضو حاجة حلوة يعني الناس تقول سبحان الله والله الهيموجلوبين مادة سمة يعني إيه مادة سمة مادة سمة يعني قدتها الواحد يموت يعيه يموت لا يموت يموت تمام ويطريها عيش زي التكسير لما حقوله دلوقتي سبحان الله هل كلمة خلية حمراء كلمة صح كلمة غلط كلمة غلط الخلية لازم فيها نواة مفيش خلية في الجسم من غير نواة تمام طب الخلية حمراء من غير نواة طب ليه ربنا بقى عملها كده هي هيموجلوبين في كيس نيلو تمام هي هيموجلوبين في كيس نيلو عشان ما يموتنيش لأن ربنا لو ساب الهيموجلوبين في الدم يمشي كده حيموتني فحط الهيموجلوبين جوه كيس نيلو كياس 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 خمسة مليون ودي ما تتفتحش أبدا إذا فتحت حنتكلم عليه بقى في الأنيمية كارثة اللي هي التكسير بقى طيب يعني إذا من التحليل اللي يكتبه الطبيب مش أي حد طبعا الطبيب يكتب تحليل حيجيله نتيجة الأرقام تقول في أنيمية يا إما خلايا مكسف واطية أقول لك عندك أنيمية تمام يا إما عدد كرات دم حمراء قليل أقول لك عندك أنيمية يا إما هيموجلوبين واطية أقول لك عندك أنيمية خلاص الأرقام اللي ناس تعرفها في عمر يعني العادية اللي بعد سن ملوه الراجل 13 13 ونص والست أقل منه بجرام تبقى 12 12 ونص تمام دي المتوسط لحد 15 وقلنا من السن ملوش دعوة يعني 40 زي 80 زي 90 يعني 8 لحد 15 جرام مقبول جدا إنما تحت 12 ونص كده نبتقي نفكر في أنيمية طيبا ساعات يبقى واطي مش مزعج لكن ساعات يبقى واطي 6 جرام مثلا 6 طبعا ده 7 لمزعج طيب نيجي بقى نقول مش عارف أنا بواضح ده أنا رأي أنا رأي من أنا يعني حمر في حدد فده يبقى واضح جدا فنيجي ده دي الأنيمية ودي التعرف عليها عند المريض معمل تمام خلاص حتقول لي طب ما لهاش أعراض أنا عندي أنيمية طيب ما فيش أعراض جميع أعراض الأنيمية ما لاش قيمة يعني ما هياش تقول ده أنيمية أنا تعبان يا دكتور ومش قادر وبتاع جايز أنيمية وجايز مكتئب وجايز نقص في الغضة الدراقية أنا ما بقدرش أجري بنهج الأنيمية بينهج يطل عنده القلب فكل أعراض ومزهر الأنيمية طيب تكويس الأنيمية بينهج لما بيمشي كده أما يجري لما يجري وفي حد بيجري إيزا يعني يقولنا بنجري من بعض إنما لو مش عادي يتعب بسرعة يتعب بسرعة يعني مثلا أولاد بنطلحهم المدرسة إزاي إنه ما يكملش ما يكملش ماتش أو في المدرسة في السلالم حرجت لحظ إن الولد ده ما بيكملش سلم يقف ويتعب طبعا أي طفل ينهج يبقى لازم يروح ديكف لازم يكشف لازم يكشف ولغاية سن خمسين كمان يعني بعد الستين أي حد عنده عرض غير طبيعي لازم يروح لطبيب لازم طيب ده عرض من الأعرض اللي هو النهجان والضعف العام الشعور بالضعف العام يروح يحلل دي حاجة سهلة خالص طيب هل ممكن أنا أروح لمعمل من المعامل المحترمة ومسوأ في مستشفى عام أو مستشفى خاص وحلل الطبيب بيقول لي أنت المجلومين بتاعك كويس أكتفي عند هذا الحد يعني يقول لي هون 12 ونص طيب كويس والعدل أبيض نعم والعدل أبيض في كرات البيضة لازم يقولك والصفائح ما هو بتاع التحليل بيقوله معامل بتقول مش عايزين نشتغل بعيدا عن الطب تمام أنا بس بوضح للناس بس نستخش المعامل يقوله انتك نمام لا ويقول لي عملي شيك أب يروح عمل له مثلا حاجات تحليل عام ياسورة عامة بيسمون لا ويسيب اللي احنا عايزينه ما يعملوش يعني تلاقي دا فعله مثلا خمس ستلاف ستلاف جنيه في تحليلات يقول لي أنا رحت المعمل قلتولي عملي كل حاجة وتلاقي انت عايز حاجة ما تعملش الغضة الجردة الرقية مثلا ما تعملش في الشيك أب يعني إذا لا تنصح بالذهاب إلى معمل ما عندنا جاء صاحبنا عنده معمل في شقر الشارع نروح نحلل ونطمن دا ما ينفعش ما ينفعش الكلام يبقى لا تذهب إلى معمل إلا بعد استشارة أو يعني روح نا إحنا لما جينا نعمل مسح الفيروسية ما قلناش الناس روحوا المعمل لخللوا دا إحنا بنشوف العيان يعني شوف حركة صحيح شوف كم مليون تشافوا طيب تشاف ضغطهم كام ووزنهم كام في أعراض تاني الأنيمية كثيرة جدا جدا بس ألاقي مثلا هي أسباب الأنيمية دي اللي حتهم ما هدنا بقى دا السؤال ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وجود هذا المرض صح بتعرفت الضخ مكارونا بيت بطاطس محمر عايزين نغوط شو فول بكل أمعهم حنقى بحد من الاستوديو معنا هنا لقول له انت بتعرف تضخ أقول له طبعا عايز أعمل بسلة عايز أعمل بسلة هتنزل تشتري إيه حيقول لي هشتري بسلة كويس ما لكش عند نزل اشتري السبان كويس هاشتري بسلة هاشتري طماطم هاشتري بصل هاشتري توم هاشتري ملح هاشتري جزر هاشتري فلفل وجزر بسلة لازم الجزر وحتة لحمة دي بقى فيها كلام فيها كلام فيها كلام فنزل جاب الحاجة دي عرك معايا خد الحاجة دي في البيت واحدة ستة بقى مش هنقول راجل بيطبخ واحدة ست جابت الحاجات دي كلها وراحت البيت لقت الحلة اللي حتطبخ فيها البسلة في مشكلة في كده كل دي كده زي الفل طيب انا نازل هاشتري بسلة لقيت حاجة مقصة هتطلع بسلة مسخة ملقش طماطم لا ما خلاص فيش بسلة ملقش جزر ملقش ملح هتطلع تعبان طيب رحت البيت ملقش حلة خلاص هتا كلها كده ما فيش بسلة اتعملت ما فيش طيب جزها متخانق معاها والعيز بالله خلاص شاطت تلبي سلة عنها ياريت لعمل تلبي سلة وكل حاجة عشان يغيصها رح رامي لبسلة من شباك كويس عشان ايه زي زينات صدق وعب سعملنا بول او عايز يغيصها اكتر رح حطت تلبي سلة على الارض ودايس عليها برجلين ما في عصر هادي هي الانيميا الانيميا اربع احتمالات يا مش لاقي مكون من مكونات الدم يا الحلة مش موجودة وهو نخاع العظم اللي بيعمل الدم يا بعد ما اتعمل الدم نزفته راميت من شباك او كسرته اللي هو التكسير ها انت سيادتك بتكت بتقولت كل المواصفات دي عشان دي كلها ليها معاني عشان كل حاجة ليها معاني فانا نازل اشتري بسلة ملقتش ملح طيب انا بعمل دم الدم ده لهم مكونات حديد بيتامين ب12 فوليك أست بروتين بيتامين سي له مثلا نقول عشر مكونات انت بتدخلها للجسمة انطرية الانطعيمة بتدخلها لنخاع العظم وهو اشترك وهو بيدورها بيدور العملية المصنع مش موجود زي الحلة مش موجود بقيت عندي قانين ازاي المصنع مش موجودة يبايز زي بنبه بقى كل الناس يبقى المصنع يبايز اصراف الادوية اللي بتتاخد بدون داعي بتبوز انه مصنع في الجسم النخاع العظم اللي بيعمل الدم النخاع العظم ده مهم جداً كل اللي بياخدوا قضية روماتيزم بلا وعي مضادات حيوية بلا وعي يا استاذ محمود نفسي اعيش نفسي اعيش لحد ما لقى اليوم اللي مصر ما بتصرفش ذوه الا برشتة نفسي اعيش اشوف اليوم ده انا كنت في امريكا واستاذ في الجامعة لا ما عرفتش اجيب قرصة اسبريل لا طبعا مش ممكن مستحيل عشان ما خدش معايا رشتة مستحيل انا سهل اكتبها بس رفت رفت تماما نفسي اعيش لحد ما شوف في مصر مفيش اجز خانة تطلع ولا سيدال يطلع ورقة دوة الا برشتة هنحمي الناس طب اقولك حاجة ابشعة كل مية بيخسلوا كلا كل مية واحد في مصر بيخسلوا كلا خمسين من الادوية من استعاط الادوية اه ادوية الروماتيزم ركب يفتوجع يعني الاسبرين والباندول لا الاسبرين والباندول مستبعدين اسبرين حيضروني بطريقة تاني انما بقى اللي مش عايزة اقول الاسامي حسن ايه يطرف علي قضي لأ ما نقولش الاسامي بس نقول هدوية الروماتيزم اللي مش اسبرين وباندول اللي هي بقى الستة الكبيرة اللي رجلها بتوجحها وعندها الروماتيزم مفصلي وعدة سف يعني كل اللي هو مول دوت مفيهوش مشكلة لا ده المول دوت الجانب ده الأدوية اللي بتضيع ألام المفاصل خطيرة جداً 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 طيب في أسبرين بناخدوا كلنا عشان القلب ماشي مفيش مشكلة بأس مفيش مشكلة تانية الصفائح لو مشكلة الصفائح لا احنا الوقت بنيكلم في جزئية النوخة في جزئية النوخة اه الكلة لا الكلة بتبوز من أدوية الألام المفاصل كل مية بيخسلوا خمسين ضحية أدوية اه يعني فكرة لو جالك ألام مفاصل فيه مراهم كتير جداً اعتقد ما فيهاش ضرر زي العبوب لا وبعدين هو بيروح للزيارة الدكتور فالدكتور بيكتب له الأدوية فيرتاح يكمل بقى اه الواحده على طول يكمل وحده اه ويشتري لوحده هو لو رشدت الوحدة اتصرفت مرة واحدة طبعا طبعا ما فيش اي مشكلة يبقى الأنيمي قد يكون نقص في مكونات اللازمة لعمل خليل حمر تمام او ان المصنع فاسد بفعل فاعل او من غير فعل فاعل طيب خلينا دكتور ناخد واحد واحد النقص ده علاجه ايه اديه لنقص يعني واحد عنده اه حديد اه ده اول حديد بول جديد اوي اكثر حؤن اه اي حاجة او حبوب طيب اذا النقص ادي اول عيب عيب نقص شيء علاجه سهل جدا جدا علاجه متيسر يعني نقص الحديد نقص فيتامين بيه 12 نقص الفوليك اسد نقص الغدة الدراقية يعني بازا اول اي حاجة اي حاجة في النقص ربنا مغفر لها العلاج ان شاء الله الجزء التاني المصنع بايس المصنع بايس بيتصلح بيتصلح بصعوبة 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 اه مع الوقت انا مش بيتدهور مرة واحدة لا فيه نوعين فيه بيتدهور مرة واحدة وفيه بالوقت اعرف حركة افرد حركة انا كتبت الواحد دوة مضطر مفيش مال مضطر وهذا الدوة معروف انه بيهبط المصنع مضطر اقول له لو سمحت انت حتجيلي كل واحد عشرين يوم اشوف لك صورة الدم اه انا عايز مراقبة انفضلت ثابت تمام حلال عليك الدوة ابتده يتغير ايه؟ خلل في المصنع خلل بقى المصنع ابتده يتأثر مصبط للمصنع انا مش عايزه يشتغل بفعل فاعل يعني انا لو وقفته اه بوقف الدوة واشوف له بديل بقى يعني بحقول الحركة المثل مشهور جدا جدا ادوية الغد الدراقية النشطة بتهبط المصنع فلازم كل مثلا واحد عشرين لقا كل شهر يعمل لي تحليل واجيبص عليه عشان ما يجيليش مرة نخل العظم راح وانا مش داري لو ابتده ينزل زي ما حرك قلت كده مش هيبقى فجأة وامتى فينزل فجأة؟ فجأة حساسية ده بقى حظ الدكتور النحس ده اللي امه وابوه مش داعين له يعني له ايبقى ياخد قرص راح نخل العظم قرص واحد حساسية زي خد حونة بنسلين ومات طب ويحصل له ايبقى لم يحصل كده؟ يبتدي بقى الصفائح تنزل ينزف الكرات البيضة اللي هي مسؤولة عن مقاومة الميكروب تنزل يلتهب ويتبهدل كرات الحمر علاجه ايه دكتور علاجه ونوقف الدهو طبعا وندي منشطات للنخاع العظ ممكن يقوم؟ اه طب ايه التاني كمان؟ احنا عندنا نقص شيء تماما ومصنع بايز النقص سهل والمصنع اللي عايز انتباه اه نيجي بقى واحد اللي رمل بسلم الشباج ده اه بيينزف وسعيد جدا عنده بواسير ويقول لك ده شوية دمه كل يوم بسيط حلو؟ حقول له طب البسيط ده يقول لي ده ما يطلعش اتنين سنتي او البراب ايه قيمة الاتنين سنتي؟ كدم؟ لا لا خالص الخلية الحمر للساس محمود فيها اربع جزائيات حديد معاية تمام خلية الحمر فيها اربع جزايات حديد الخلية الحمر من الخلايا الولاي يلقاوا فى الجسم اللي لها عمر يعني خلايا مخي ملاج عمر حلايا قلبي من يوم ما اتولدت اليوم ما موت ايه بتتغير بتتجدد ان ما الخلايا حمرى مواعشين يوم و تيقي غيرها اه طب الغير هتعمل منين من الحديد ده una منه فيه بالطعم أنا أسأل الطالب كده احتياجاتك من الحديد اليومية علي أو لواطية لازم يقول واطية ليه لأن أنا بأخذ الحديد الخلية اللي خلصت بعمل بدل إيه المشكلة عندي يعني الحديد بيفضل بيفضل طبعا فلما انزف كل يوم اثنين تلاتة سنطي دم هذا الدم لا قيمة له إلا فيما يحتوي من حديد في المرحلة اللي جاية الحديد ده هو اطراع الحديد بقى بشوية 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 حتلاقي عنده نقص حديد وعمل له مشكلة كبيرة جدا النقص حديد ده حاشي يعني مرعب وحقا الحديد أحسن مثل لنا في هذه الحالة الدورة الشهرية لو هي أكتر من الواجب معتاد أه ستة أيام سبعة أيام فتلاقي الستة عندها أنيمية عنيفة جدا ومش دارك طيب كل طب ده سؤال مهم بقى للسيدات يعني أي دورة شهرية بتزيد مدتها عن المدة حيب عندها نقص حديد كده على طول وانت مغمط ده ليه دوة حديد لازم تروح تاخد شواتي رأسه طبعا دكتور آه طبعا محدش يعلق نفسه لأن جايز هي بيتهائلها إنه هو نقص حديد وهو مش كده طب هل كمية التمس نفسها آه تفرق لو كانت المدة هي هي المدة والكمية احنا بنسئل السؤالية طب زيادة وفي أقل الأقل ما فيوش علاقة بالأنيمي ملنجدعو بيها دي فرص إنما كتير هو اللي بيعمل نقص حديد حتى لو كانت نفس المدة إنما غير المعتد تمام ممكن ناخد الصلاحة قصيرة أكيد أشكرت أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى في حضور دكتور حسان موافي حضرتك كنت بنتكلم على حاجة تخص السيدات وهي الدورة الشهرية وحارك بتكلم عن الأعراض أيو كثيرا من السيدات المدة هي هي لكن الدم أكتر كثير بقى من السيدات ما بشكيش ما بشكيش وبعايا إحنا نفاجأ إن جاي العيادة لسبب تاني خلص وحارك تعمل لها تحليل دم اللي هو الروتيني تحليل دم ده روتين لكل المرضى تلاقي الهيموجلوبين مثلا سبعة جرام بدل أربعتاشر أه أنت بتشتكي من كذا كذا لا ليه ليه أعراض الأنيمية تعتمد على سرعة نزول الهيموجلوبين وليس على الرقم مثال واحد كان هيموجلوبينه خمستاشر وعمل حدثة عربية ونزف ونزل الهيموجلوبينه حداشر من خمستاشر حداشر ما عرفش يقف لأن نزل أربعة جرام في ساعة بينما الست دي كانت خمستاشر بقيت سبعة جرام في سنتين متحسش 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 يعتمد أعراض الأنيمية يعني أحينا لا تشكو هي لا تشعر مشيء فعلا خلص هي فعلا متشكيش احنا عندنا المشكلة دي في الولادة تلي يا حدك ست والدة يا ست ايه امي بقى من السرير بعد الولادة عشان ماشترش مشاكل مش قادر يا دكتور يا ست بلاش دلع يخرب بيتك حد يجيلك جلطة في الرقة مفيش فايتة طب يا ست الحكيمة عمللها صورة دم عشان نسبت لها انها كويس تيجي الحكيمة السعيدة جدا شفت يا دكتور ده هي مجلوبة احداشر جرام اكتر مني اه هي احداشر بس كات كام قبل الولادة كات خمستاشر نزلت اربعة جرام في ساعة ده يدي أعراض جمد طب ده يتاخد دم لا ما بنيديش دم يا ست محمود إلا لو كات عايز أصلح مشكلة كبيرة يعني مثلا اربعة جرام اديله تم في حادثة عربية او في تكسير اديله الدم ليس علاج للانيميا بتاتا إلا في الحالات الحدة النزول الحد اه لان الدم اللي هو مشكله طبعا احنا مش بنلعب بالدم خالص فلو نازل بطريقة مرعبة اديله تم جدا يعني نزول رقمي كبير فجأة هو ده وده بيحصل في حكتين اما نزيف نزيف في حدثة لقدر طيب ايه كمان الحالات المتعلقة بالانيميا اللي بتيجي لحضرتك وصاحبها مش مدرك الحكاية التكسير تكسير العضاء اه ممكن يكون لا تكسير الخلايا الحمرة لا انا بكلم على واحد جاي سليم اه وعنده انيميا اه ممكن تكون انيميا التكسير الخلايا الحمرة دي لها عمر مية وعشرين يوم تمام نقص عمرها هو ده التكسير يعني ما هو مرض التكسير هو قصر عمر الخلايا الحمرة كل الخلايا الحمرة اه كلها كل الموجودين بدل ما تقعد مية وعشرين تقعد ستين طب تلاتين مش هي بتفرز من الحديد خلايا تانية بزبط مش قادر مش قادر مش قادر عوض حركة عندك مصنع بيطلع لك الف عربية في اليوم تمام انت مش قادر تعوض اه فالتكسير من الحاجات المهمة جدا الملوش اعراض الحمد لله في الاطفال الملوش اعراض اه لا ده التكسير اعراض قوي قوي جدا نحب انعرف اه الخلايا الحمراء ما تكسر انا قلت الحارتك ان الهيموجلوبين مادة سامة فلو طلع بلى هي كسرت يعني فقدت غشاء اه يعني زي حرك كيس نايل و رح تقطع اصبحت حرة اصبحت حرة اه طلع الهيموجلوبين في الدم زي كيس نايل و حرك قطعته و سبت اللي سائل اللي جواه يطلع تمام فده مادة سامة يرعش مادة سامة زي اللي عنده مالاريا بالظبط تمام و يسخن تمام و كلوته طعطل لان الهيموجلوبين بيرح اه ممكن يجيله فشل كلوي حد بسبب تكسير و ده يتعالج اه يتعالج فشل مؤقت اه مشهورة عندنا في مصر نقص الحديد طيب هل لي علاقة بانقاس الوزن لا خالص خالص اه يعني مكنه يبقى مليان كده و كله يعني اقول كلمة بس ده حداد بلدحكنا شوية لما بلدقى وحد كده بتاع بقولك عنده انيميا اه و زماني يقول لقى ورف صفايف كده يقولك ده عنده انيميا و كل ده غلط خالص ده غلط خالص ملاش داعه حجم الجسم خالص يعني اقول لحرارك حاجة قد الناس استعجب قلة الاكل اقل اسباب الانيميا اقل الاسباب ان فلان ده ما بيكلش خالص يعني هقولك لازم بقى يبقى محروم حرمان تام يعني مثلا واحد اضرب في السجن لا دي حاجة تاني مكونات الدم اللي هي انه نقصانها بيسبب الانيميا بتتكون من ايه من الاطعمة والاكل و من المية اه هقول لحرارك حاجة عشان الواحدة بقى حريسة على تناول الاشياء دي بقى مطمئنة انه بمدم بيتحرق ويسا الحديد فيه السبانخ بقى و مية حاجة فيها حديد بس نقف هنا بقى هقف ايوه هقف السبانخ طبق السبانخ في حديد يعمل افلين و اربع مصامير تمام لكن لا يمكن الجسم يستفيد منه دي النقطة بقى اللي عايز الناس تعرفه يقوله كل شبانخ اه في حديد بس لا يمتص كله كله لانه في صورة لا يمتص الجسم هقول لحرارك حاجة الحديد صعب جدا من الصصه جدا ليه يعلم الله يعني هقولك انا خدت سوديوم بشربت ملح نزل في الامعاء دخل الدم يمشي تمام كوي الكيلة تطلعه خدت كالسيوم الكيلة تطلعه خدت بوتاسيوم الكيلة تطلعه الا الحديد الحديد ما يخشش من الاصل يمشي يا حديد تنزل في البراز يا حديد انت لا تمتص انت متخش الدم يبدو ان الحديد خطر جدا مادة خطيرة فسبحانك الله ربنا خلى تنظيم قدرها في الدم بالامتصاص وليس بالاخراج من الكيلة انا هاخد على القد اللي انا عايز وبالتالي السبانخ فيها حديد اه السلاة يمتص جرجير والفجل انما مين بقى اضحك عالجسم اللحمة فيها بروتين بروتين ده فيه حديد هو هياخد البروتين غصبا عنه ويبقى خد الحديد معاه اه يبقى فعلا الكبدة يبقى الكبدة اللحمة واللحمة واللحمة اي حاجة الجرجير والحاجات دي ما بدي يقول فيها حديد بس ما نوش رقيه ما بيمتصوش الجسم ده ده يعني لازم ندخله جوه حاجة تانية ايوة ادحك عالجسم يعني حرك داخل في حتة انت ممنوع تخش فيه تمام تروح داخل مع واحد مغطيت كده اوات صغير هنقول نحط في الجاكتة يوم هو اللي يخشي بس السبانيخ فيها حديد مباشر فيها حديد كتير والجرجير مباشر كتير كل الحاجات الخضرة فيها حديد ولا حتة حديد قد كده تخشي من السبانيخ قليل قوي هنقول مثلا اتنين المية ثلاثة المية طب ما أنا عملت بيوم ايه انما لما اكل حتة لحمة مية في المية من الحديد اللي لازق في بروتين اللحمة دخل معا الحديد من اللحمة ومن ايه كمان من الحاجات اللي بنقدر عليها العسل اللسوت العسل للسوت و ايه كمان يا دكتور العسلية من عسل للسوت فرد اتمر العسل العسل لابيض لا لا والسوت و ايه كمان من القطعيمة يعني الخضار والقوطة بس كل ده في حديد بس لا يستفيد منه يعني يعني أنا ما عاوز استفيد من الحديد اكل حتة كبدة اقول حتة لحمة اكل معلقتين عسل بس تبقى حرك فاكر قبل الفاصل لما سألنا الطالب احتياجات الجسم من الحديد كتير قليلة قليلة دي برضو سبحان الله لأن الخلية الحامرة منها فيه الحديد من جزامه هو بيطلق يبقى أنا عايز اللي نقص بس عشانك أنا مش بحاجة كتير أنا محتاج بدل اللي فقط اللي فقط بقى قاعد ينزف دورة شهرية أو بواسير أو دوالي أو كده هو ده اللي بحتاج حديد كتير ده بيفقد طب إنسان الطبيعي السليم بيفقد حديد برضو بيفقد في البول جزء بسيط جدا وفي البراز جزء بسيط جدا يعني هو محتاج دايما يحط حديد بسيط جدا حاجة اللي أتذكر يعني إذا كان إنسان سليم بس الزيادة بتمشي الزيادة بتضح ما بتضروش لا لا ما ضروش يعني لو أختي بقتت لحالة طبع سبانخ كده حلو قلت له بنا وشيفها بس ما أقولش أن أنا كلت حديد بالظبط كده كلت سبانخ كلت سبانخ تيجي بقى حاجة بقى حاجة بقى سبري موسى كان كاتف رواية عظيمة عن حديد لا كان كاتف حاجة اسمها السيد من حقل السبانخ كان حاجة أخي العلمي اللي هما بيتكلموا فيه دلوقتي تعالي حاجة بقى في سبحان الله أحد مكونات الدم المهمة جدا فيتامين بهتنشر بهتنشر حلو تمام ده مشهور جدا عند الناس كلها يعني بهتنشر ده لا يوجد إلا في منتج حيواني لا يوجد في النباتات بتاتا يعني يقول لك أنا باكل فول سيداني عشان فيه بيتنشر ده بيهرق أي حاجة جاي من حيوان لحمة بيد كوارع من فروة أرن أي حاجة آه أي حاجة جاي من حيوان فيش كرشة الحاجة دي أي حاجة تمام أي حاجة بدام جاي من حيوان كوارع من حيوان يبقى تطمن طيب ما ربنا مش عارف إن فيه ناس فقرة طبعا سبحانه حيضيعه آه ربنا جعل في الأمعاء بكتيريا تطلع به اتناشر يا سلام يا سيد يا سيد آه لأ لسه فيه سبحانه طالية تاني سبحانه الله تاني سبحانه الله تاني طبعا بوضي هل ممكن تكون لحمة نية؟ لأ صعبة زمان كلوه كزمان طبعا كلو بناء أدمين كمان الفيتامين الوحيد اللي ما يبص بالنار الله يعني تسوي اللحمة يفضل فيها فيتامين بيه اتناشر زي ما هو ليه بقى لأنه هو مش موجود إلا في اللحمة ومنتجات اللحمة بس فجعله ربنا مهيك هو في غاية الأهمية للجسم طب الكمية اللي بيفرزها الجسم بشكل طبيعي من البكتيريا آه كمية تكفيك 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 جدا يا سلام إذن الواحد ما بيكونش يحمي فيش خوف عليه في بيه اتناشر طب فيه كلام يقوله الفول هتقول بقى الفول وفول السوية دك بيهرجوا لتهريك بطالة فزار بقى لا تعالي حرجك بقى في واحد أنا خدت مضادة حاوي ها الهدف قتل ميكروب سيء طب منحقتل البكتيريا اللي بتعملي بيه اتناشر أبقى قزيت نفسي عشان كان في بعض الناس لو كتب مضادة حاوي يقولك حكتب معاه بيه اتناشر تمام هذا بيهرج من اللي بيهرج اللي كتب بيه اتناشر ايوه ليه الكبد في مخزون فيتامين بيه اتناشر يكفيك سنة وفي بعض الكتب سنتين في اي سن اه في اي سن يعني حتى لو انا واحد عجوز حالاتي كده انت عندك مخزون الكبد حاجز اه عندك مخزون كبير جدا احتياط استراتيجي انا باخد اجمنتين عشان عندي دور اللوز اه خلي بقى لك الفتامين الفتامين يا رجل أنا عندي كفيني سنتين لو واحد عنده دارا بقى ساعات ادي مضادة حاوي والسنة لسنة ونص ده محتاج بيه اه خلاص حياخد المخزون لانه منديله سنة ونص طيب ارجو انها تكون واضحة محدش يترعب من قتل المكين دلوقتي فيه بقى تكنولوجيا وتطور وفيه نت وفيه بتاع ويكلم ويبعثه يجيبه مقويات وفيتامينات من برا لو انا خدت مثلا جبت بي 12 مركز في حبوب وخدته وهو زيادة عن جسمي يحصل ايه ينزل في البول لانه هو يعني احنا مش بنهرج هنا لا لو الجسم عايز حاجة هاخدها لو مش عايز عامش فيش اي خطر حاجرك عندك نوعين من الفيتامينات نوعين من الفيتامينات فيتامينات تدوب في المياه يعني لو جبتلك قرصة فيتامين بها وحطته في المياه اللي اوضرها دي يدوب وفيتاميات لا تدوب دي تقعد في الجسم برافعليك عشان كده خطر دي تعمل مشاكل يعني فيتامين الف فيه ممكن يزيد عن الحد يعمل ايه مشكلة كاف لو زادة عن الحد يعمل ايه لو زادة عن الحد يعمل كشف فده انما البقى السي هو بي واحد وبيتنين كل دول بنزل في البول اه يعني اذا لو انا مسلا بقى يعني فياتي هينزل في البول مفيش اي خطورة مفيش خطورة طب ايه كمان الادواء الفيتامينات اللي الناس ممكن تاخدها متصورة انها تساعدها وممكن تضرها دكتور فيه ناس كتير بتشتري فيتامينات بتاخدها كده بتدول بعض كده هدايا انا واحد جابسه بيقول لهم جايب لك العلبة دي اه بقى فيتامينات اتقوله مين انا كنا انا عايزة اخدها انت اه يا استاذ محمود الانجليز قاله وان ابل داي كيف دا دكتور قوي تفاحة في اليوم تغنيك عن كل الهيصة اللي الناس بتعملها دي انا ادي واحد نقص فيتامين عنده نقص فيتامين زي ما قولنا في الحديد انتي عندك يا ست عشان تدور كتير نقص حديد حديك حديد عندك نقص بي 12 حديك بي 12 انما ديب 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 دا دا ويست اه دا مش كويس فلوس فلوس بترمي في الارض وبعين اسواحة بزنس انا بتكلم على الضرر انا بتكلم على ممكن اول حراتك مش حتضرر بس اتضريت مادية دا ازاست اللي حراتك بتعرفها بجاي من بره دي غالية جدا بس يعني ما عندكش ملاحظات على اي بيتامينات ممكن تضر اه الا الاعداد اللي قاله الكاف دي دل وكاف واي واي دكة 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 دي اي ك اي دي اي ك اي دكة اي فيتامين في الحروف دي الفيتامين دي هو دا وكاف واي 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 هما دول اللي يتخزنوا في الجسم تماما طيب نعود بقى للانيميا في حسين عبود بيقول لحضرتك عندي انيميا دا عنده ابنه سنه لا مش كاتب ما بتروحش خالص عنده انيميا ما بتروحش خالص ماهو في ناس معتقدة يا استاذ محمود ان علاج الانيميا يدينه فيتامينات وحديد طب اللي كان عنده هبوط في نخاء العرض لا دا حينفعه لا دا حينفعه طب اللي عنده تكسير لا دا حينفعه لا دا حينفعه طب اللي بينزف لازم يتصلح علاج الانيميا علاج السبب الانيميا اللي ما بتروحش يبقى فيه مشكلة في التشخيص بالضبط بالضبط فيه مشكلة في التشخيص علاج الانيميا علاج السبب اه فاذا اخدنا الادوية بتاعت السبب هنا عندنا اسباب كثيرة جدا اذا اخدنا الادوية بتاعت السبب ما خفتشي خلاص يبقى السبب في مشكلة يبقى تشخص غلط حد بيقول عنده سكر أروى عنده سكر بقاله 20 يوم والدكتور قال قرات الدم الحمراء الليلة وحتسبب أنيميا مع أن الهيموجلوبين 13.5 لا دكتور غلط 13.5 رقم كويس جدا جدا في واحدة بنت يعني كويس جدا ده رقم كويس جدا في بقى حتة برضو كنت عايزة زوتها في بيه 12 مهمة جدا دلوقتي حرتك بيه 12 ده بلاش أنا بمتص أي حاجة زي يعني أنا كلت التفاحة فيها جلو فأنا كلت أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى في الأمعاد دقيقة عامل مستقبلات يعني شافة بروتين تروح مستقبلها أما تستقبله تدخله الدم شافة جلوكوز تستقبله يبقى الخطوة الأولى استقبال عندي حاجات تلم الحاجة اللي في الأمعاد فيتامين كيف زي السقبل الأسود تخطف الحاجة بتاعتها مثلا فهو مستقبلات من الأكل ينزل كل مستقبل يخطى عجب قد يتعجب الإنسان ولا أنت بتقول ده حاجة بالحجاب والله يعني أنا ما شافش تلميضل فيهم عصير فيهم حاجة كل حاجة زي ما بتاخد أدوية حبيتين ثلاثة في حاجة معنا كل حاجة تروح حتة حاجة عجيبة فأنا كلت دلوقتي حتة لحمة اتهضمت بقت أحمط أمينية لها مستقبلات حاخدت عشان دخلها الدم خدت عيش تحول آخر إلى جولوكوز له مستقبلات يخش الدم خدت أي حاجة طب لو خدت زربيح مثلا حينزل في البوراز لإنه ملوش مستقبلات ما في زربيح عندنا في جزر مثلا في البوخ زربيح واحد يقول لي يعني إيه زربيح وكنت بقول في المحاضرة كده قلت لك كالي بقيلت في الجهلية وقيل ألا معنى لا زربيح يعني زربيح معناها واضح يتعجب المشاهد بقى والمستمع إن بيه 12 ملوش مستقبلات تقول لي سبحان الله بيه 12 اللي أساسي لصناعة كرات الحمرة في الدم ملوش مستقبلات طب ما اللي بيحصل بيونتص إزاي أنا كلت بيه 12 المعدة شافته راح اتمطلع له مادة مسكة فيها المستقبلات للمادة دي وليست لبيه 12 تاني أنا كلت بيه 12 بيه 12 بالرحش تخلنا في حاجات معقدة بقى بقى حتى كاترة بقى لا والله كلت بيه 12 كويس نزف المعدة المعدة شافته راح اتمطلع له مادة مسكة فيها مسكة بيه 12 المستقبلات للمادة ولاست لبيه 12 حقول بقى الجملة المشهورة جدا تقبلات تمام يا سلام المعدة أولى واحدة بتسيطر عليك براف عليك إذن أنا أمطص يعني المعدة بتحطه في حاجة بتطلع له حاجة تمسكه المسكة الممسكة دي الغلاف ده هو ده هو اللي بيه امطص إذن حقول جملة إذا ما كانتش واضحة حارك قول لي أنت تمطص من بيه 12 بقدر ما أنتجت من هذه المادة وليس بقدر ما أكلت من بيه 12 يعني أكلت بعشرين قرش بيه 12 هو عايز بـ 8 سيغمس طلعت بـ 8 حاخد بـ 8 والباقي كله ينزل في البراز والمعدة بتتصرف عليها أساسا بتشوفها بتشوفها يعني بتتصرف على احتياجاتها اه احتياجة الجسم اه تطلع لك المادة فيه كمبيوتر بيحسب بيحسب هو نازل بـ 12 احنا عايزين منه 3 سار اه بتروح المعدة بطلعها عمادة تقبض على 3 سار والباقي ينزل اه من هو الحلوف من هو الحلوف واحد شا عشان كده لما قلنا لما تاخد إقراس من بـ 12 ما فيهاش ضرر حتنزل الزيادة حتنزل حينزل لأ واحد الحلوف بقى واحد جراح شال معدة واحد ما عندوش معدة دلوقتي يقول لك اه دا حيحصل مشكلة بـ 12 يقول له اه يروح مداله بالبقى هاد حلوف زكاة المعدة هي اللي بتاخده هي اللي بتاخده ما فيهاش يازم ياخده حقا بقى يبقى اللي شال معدته حاخد بـ 12 حقا لتخطي وفيه واحد ممكن يشيل المعدة كلها اه طبعا المعدة كلها اه كلها من المريء لتحت كلها تشاه في الأورام والعزب وينزل على الأكل ينزل على المعدة دقري اه المعدة الغليز الدقيقة في الغليز دقيقة في الغليز فهو اللي شال المعدة ما هو مش هيعرف يمتص بـ 12 المادة بتطلع من المعدة المعدة مشت خلاص فيبقى فيه حقا اه بيتوزعه عجز بـ 12 تخش على الدم عدل بقى مش محتاج حد وسطة ما فيش توصيلة مش عايز وسطة اه فيه دي بـ 12 عشان اللي بيقول إنسان دا تعمل صدفة يا يعني أحسن حاجة له إنه يطلع على البرج ويرمي نفسه عشان صدفة ايه دا كل بقول عدك بـ 12 ما بيبص بالنار لأنه موجود في اللحمة وربنا عارف سبحانه وتعالى إنه لازم حتسوي اللحمة مش ممكن احنا كلها ناية لأ طبعا يعني هم الحاجات الجميلة جدا يعني فصل استراحة قصيرة سامع انتو الاتنين بتتكلموا أنا عايز اسمع واحد بس مساء الخير وهيغنبيكم مع دكتور حسام موافي بتقولولي حاجة في الإيربيس قلوا هالي بقى على راحتكم وكده بالراحة بتخلي السؤال دي أواحدة بس عشان أقولي الدكتور حاجة فيه نقطتين يا دكتور تفضل سيز ملنا هنا جي قال الشاي بعد الأكل وفيه ما كلمناش عن التفاحة بالتفصيل شوي قلت تفاحة في اليوم أو المسأل الإنجليزي العلم يعني قال أن التفاحة في اليوم لها سحر سحر خضراء حمراء صفراء أي حاجة تفاح ليه مصري أمريكاني لبناني كل واحد يعني أحمر أخضر أصفر تفاح الأخضر بتاعنا ده اللي أخضر الصغير هو ده تفاح بقى طب تمام هو بقى الأول الشاي تمام ما قيل عن الشاي صحيح أنه يمنع امتصاص الحديد والحديد مش ناقص مش ناقص حد يمنعه هو امتصاصه سيء جدا فلما حركت تاكل بعد تاكله تاكل شاي بعديد فأنت قد تصاب بقى نيميا نقص الحديد قد قد خلي بقى لك لأنه طبعا إحنا عندنا الفلاحين والصعيدة ده كلهم ناس كلهم زي الحديد مقدس ولازم يضربوا الشاي جامد بعد الأكل لكن ده نحب إن إحنا يعني لو قدرت تتخلص من العادة دي كويش لو قدرت ما تشتبكش معاه بقى من دلوقتي يبقى كويش يعني اللي ما بيشربش شاي بعد الأكل وهو دلوقتي صغير سمعنا في مناطق ريفية أو في الصعيد يتجنبوا يتجنبوا إنما اللي بقى لقى 30-40 سنة بقى خلاص 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 يكمل 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 خشرب الشاي بعد تناول الطعام مش صح صحيا مش صح إنت في الحقيقة بتيحبس الحديد يعني بالطيارة زي ماغة زي مع الأكل دي عادة سيئة جدا يقول لك أنا معرفش أكل لما معايا ززت كذا كذا تابو العصائر ولا عصائر ولا عصائر تعالى قلت مرة إنه ممكن كباية مية في نص الأكل كباية مية في نص الأكل بتساعد على الهول كاية الناس تقول زمان غير كذا خالص ما تسربش مية عالأكل خالص لا لا ده في نص الأكل أول مش هاكل كتير طب قبل الأكل آآ ده اللي عايزيعمل رجيم بقى آآ ده اللي عايزيعمل بلونة مفيدة يعني آآ لا مش مدر لأ يعني لو أنا شفت ززت مية مش مدر قبل الأكل ما تعملش حاجة خالص أي كمية مية حركة أخدها هتخرك طيب طالما القلب سليم والكلا سليمة والكابت سليم طيب هل الشاي يمنع نصاص الحديد لما بشربه صبح و لو بشربه بعض الظهر بعد الأكل اللي هو الشاي بتاع الساعة 5 بتاع زمان دو لا احنا بنتكلم عن الشاي اللي بعد ثناول الطعام ايوة انما الشاي في اي وقت مالوش داعا خلص 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 حديد داخل انما هو لما يتعامل مع الأكل اسنان ما الأكل بيتفرز مش كويس بيش كويس نيجي بقى للتفاح ايه التفاحة دي اه ده بقى حاجة جميلة جدا دلوقتي حركة لو جيت تفاحة وقسمتها وسبتها اجرالها ايه بتصفر وطبوز فيها سبرتو او فيها حاجة زي كتب بتتسود بتتسود اه تمام ليه المواد اللي فيها بتتأكسد موافقة تمام لا دي طبيعة خلص طب احنا ما بنسودش ليه طب احنا ما بنسودش ليه عشان دي تفاحة احنا مش تفاحة بقى يعني احنا ما بنسودش ليه ما حدش سأل نفس السؤال دي خالص يعني التفاحة لو سبتها بزط طب الانسان للأكسوجين هون متعرض على طول ما تأكسدش ليه اولا ما حدش سأل نفسه ان الجو اللي احنا عايشين فيه ده خمسه بس الأكسوجين يا اخوانا الأكسوجين مادة قاتلة الأكسوجين مادة قاتلة لانه بأكسدك بيه والأكسد دي يعني مثلا عندنا في العيان مركزة عملت إحصائية صغيرة كده بس سأوعى تتحك قلت اللي حطين كمامة الأكسوجين ده مين اللي حطها لهم الحركة مش هتسد فيه ناس قالت الممرضات أهل العيان الأكسوجين مادة خطيرة جدا لانها بتسارع الأكسادة والأكسادة قاتلة ما يوزت التفاحة عشان كده ربنا خلق لنا في جسمنا كله وأكتر حتة مركزة اللي حتقابل الأكسوجين الرئة مواد اسمها مواد مضادة للأكسادة تعالجوا على طول أو منزل أول ما الأكسوجين ييجي تمنعه أنه أكسدني لأنه خطير جدا فأفرض حالتك أنا عندي مرض بيضيع المواد دي وحطت لك أكسوجين خلاص خلاص بها موتك بها موتك عشانك الأكسوجين يتاخد زي ما بقول لجميع الدكاترة الأكسوجين ده مش عقر مش مادة زي الأسبرين زي الأنتيبوتك يبقى له جرعة وله اندكيش مش أي حد يعني واحد داخل عنده سرطان قولون مثلا تعطي الأكسوجين ليه بتخلص عليه ليه واحد عنده نقص أكسوجين أدي له أكسوجين جهاز بيقول جهاز بيقول بيقول إنما أكسوجين عما لعبط الناس الكمامة دي اللي فاكرين هي اكسير الحياة طب ما رباني كان يقدر خليها حاجة ليه علاقة الأكسادة ديت بعلاج فيها من ضمن علاجات المضادة الأكسادة طبعا طبعا الحروق وكل حاجة الحروق دلوقتي انت عندك الكنسر يا دكتور السرطان الكنسر يعني مشاكله كتير انت جو اللي احنا عايشين فيه ده خمسه بس أكسوجين خمسه وأربع أخماسه نايتروجين طب ما كان رباني سهل جدا يعمل لنا كل أكسوجين لا ده نموت نموت لإننا حنيت أكسد بقدر فلوس بقى التفاحة هنرجع لها ثاني بقى التفاحة مليانة مواد مضادة للأكساد احنا في السن الكبير مواد المضادة للأكسادة بتنزل في جسم بتوطى فتعوطها عشان كده الانجليز قالوا وان أبل ده كيف ده دكتور قوي لأن انت مش خايف من الأكسوجين الرغم من هي أول واحدة بتتأكسد هي تتأكسد ينعى لشكلها ما ليش دعوبيه إنما هي بتتديني لما كلها بتتديني مواد زي السيلينيوم السيلينيوم مادة فيتامين سي دول مواد مضادة للأكسادة فلما يبقوا في دمي الأكسوجين مايزينيش طب قالوا الأكسوجين يزيني طب ربنا حماني بإنه خلى الخمس أكسوجين أخش مستشفى الواحد مايصحش يعمل كده يروح معلق الأكسوجين يجيب أجلي فالناس ما تفتكرش الأكسوجين ده يكسير الحياة ده مضر جبدا وكسير الحياة إذا كان الأكساد محتاج له يعني إما مدخن مثلا وعنده نقص الأكسوجين ياخد بعوطه له يعني إذا التفاحة دي بتعمل الأكسادة بمادة مضادة الأكسادة تمنع الأكسادة تخليني مسودش تهى الغرض الأساسي منها الأساسي منها مش الكالوريز ولا أي حاجة الجرجير مليان مواد مضادة الأكسادة يعني شو حركة احنا قلنا السبانة اخو مش عارف إيه طب المواد المضادة الأكسادة دي لما تزيد برضو بتمشي الجسم بياخد ياريت تزيد ياريت تزيد ياريت طب تزيد بإيه إحنا في عرض التفاح والخضروات والجرجير والخص فراولة البنجر كل برتقان عشان كده كل دي مواد مضادة الأكسادة تخش الجسم الكبد يخزينها برضو لا ملهاش تخزين هي عايزة أول بول بقى آه دي على طول عشان كده بالخضروات اللي هي أول بول أول بول يعني شوف حركة كزي ما قلت قبل كده ما حركة في حلقة حرف الواو في القرآن وقلنا مهم فترتيبه وفاكهة المم يتخيره ولحم طيل دي أهم منتي مليون مرة ودي تبدأ بيها والعلم سبت كده العلم سبت كده أم يوسف آآ ورقية الأنيميا اللي هي علاقة بالأرق وكل وقلتنه برافو 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 سؤال جميل جدا اللي عنده أنيميا في الأول ما عرفش إنه لأن كمية الأكسوجين اللي في الدم قليلة فاللي رايح المخ قليلة والمخ ده باستهلاك عالي جدا لحاكتين الجلوكوز والأكسوجين فإذا أل واحد فيهم بيعمل مشاكل مع المخ بيزعل بيتوطر بيزعل جدا المخ ده على فكرة عيل قوي مرضاش نام عيل قوي أي حاجة تزعله أي حاجة تزعل المخ وإحنا ممكن نعمل حلقة عن قلة النوم وكتر النوم آآ ممكن نعمل حلقة كده بس الأحسن اللي يتكلم فيها مني واحد نفسي لأن معظم قلة النوم شوف أدب الأطباء أدب العلماء يا السلام عشان بس نتعلم كل اللي قاله ده حكي كوم والجو عبارة اللي قالها دي كوم تاني ده أدب العلماء هو طبعا يقدر يتكلم باستفادة بس قالك فيه ده تخصص حد تاني أنا أشكرك بنتعلم منك منه طول الوقت يا دكتور آآ ايه واضحنا سيدة طبعا بتمسح وبتكنس وكده فبيحصلها بيحصل لها ارهاق سريع آآ ف ومعدتها فيها مشاكل أنا بقى ده اللي بحذر منه جدا 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 مشاكل معده لا ده بتطلع قلب في الآخر بتطلع قلب المريض عنده السكر هو بيحس ان الحتة دي هو دي معدته في نظره الحتة دي لما بيعمل مجهود بتقلمه أو بيجيله حموضة مش هو هتبقى قول كده آآ السيدة السيدة بتطلع لازم تعمل رسم قلب لازم وزا كان يعني هو الدكتور بينصح حضرتك تلقى في سرعة اذا كنت في بغداد كنت في الكوفة كنت في أي حتة من بلدنا الحبيبة ديت نعم تشرفنا لا قدم العراق تيجي تعالي تفضالي تعالي تفضالي وإحنا نصري بك عندنا دكتور العراق قويسين جدا طبعا 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 عندي بلدين آآ بعمل دكتورتهم الأردن والعراق طبعا الاتنين أخوي جدا الأردن فيها عدد دكتورا قويسين جدا صحيح والعراق عندهم طب حلو يعني آآ بنتي عندها 22 سنة ودايما بتشتكي بألم في عطمها ولو بزلت مجود تشتكي من ظهرها ورجليها ده لي علاقة بالأنيميا؟ آآ قد يكون له علاقة بالأنيميا وقد يكون أحد الأمراض المناعية زي الروماطايد أو الزئبة أو كده فبرضه ناشة صحة بتعرض نفسها لحد كويس يعني هنا حدي بيسأل آآ بيقول آآ معلومات كويسة نسأل عن أسباب الأنيميا عند الأطفال وأعراضها وكيفية علاجها أظن إحنا ذكرنا أسباب الأنيميا عراض الأنيميا عند الأطفال الأطفال معظم بس ما وناش أسبابها آآ معظم الأطفال بتبقى تكسير مثال حنقول مثال حلو جدا يعني فول في ناس لو كالة فول تكسر ضمها كله لو مرض مشهور جدا لا طبعا معروف في الأطفال ده خفز خفز الفول ده في أطفال بيطلعوا بيأزيهم أزيه رهيب ممكن يمعوته آآ ممكن يمعوته لا أنا أحكي لك قصة طب طب من أعمل إيه مثال أنا عندي قولد طفله بدأ يأكل عشان أعمل اختبار الفول ده أعمل إيه برافو ده سؤال مهم للناس المعمل بيعمله سهولة جدا حركة طلبله قوله أنا عايز اختبار فول انطلع باستف ما يكلش فول ومش فول بس ده فول وعاتس وليبيا وفصوليا بيضة كل دول وبندق وعين جمل ورمضان جاي حكي لك قصة جميلة جدا طيب صدر كل قصة كان ليه واحدة قريبتي ابنها بتاعي بفجأة فروحت خشفت عليه آآ إيه الحكاية كالفول طبعا التشخيص كان سهل جدا جري على المستشفى خد دم طلع ان هو عنده آآ أنيميا الفول اللي هو يكسر لو كان فول طبعا مش حقدر اشرح ليه لانها صعبة شوي تمام فالمهم في الناس اللي زي دولي استاذ محمود أما بي آآ أما آآ العيان أول ما يبطل فول هي مجلوبه يعلق بسرعة جدا رحت بعد شهر هي مجلوبه كان ستة يقيته ستة ونص يعني حاجة بتوكله فول لا والله ايه طب بندق لا لا ده انا خلاص عرفت كل القصة طب شو كاللطة فيها بندق لا 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 المهمة رايح مرة شميت ريحة فول بقول لها طب ما انتي عندك فول لهو ياكين بياكل منه قالت لي لا هو ما بيكلش بس انا بدمس في البيت دخلت بقى ريفرنسز لقيت ريحة الفول تكسر مش بس لو كان اه شوفت فول مصري قوي ازاي على فاكرة هو مش مسموش فافزم على الفول على الفافا بينز بتاعت الهند عندهم حاجة زينا اسمها فافا بينز بس هو احنا بن هاي أنيميا الفول خطيرة جدا طيب نيجي لطفل بيأكل 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 يعني سنة ولا حاجة اذا كان العيلة فيها حد كده ادي اول حاجة او قبل ما يأكل لا وفي حد من العيلة اعمام اخوات خالة مش عالك اي حد هو بيأكل في الولاد ما يجيش البنات تمام في الولاد بس بنات امان نمر اتنين لو هي وعي قوي اي طفل في الدنيا يعمل التحليل ده قبل ما يأكل فول قبل ما يأكل قبل ما يأكل بقى شرمان الله تشلال مش فول بس بقى تلع الفول ولوبيا وفصوليا وفصوليا وبندق وعين جمل ولوز وكل حاجة كان الفول وهو عنده البرد جري على المستشفى بيبنى عليه ايه معراض تلاقيه بقى بيل جدا يعني صفرت والبولغ ماء لا لا ده بيبقى واحد واقع يعني وهو الحمد لله يتلحي يعني فيه علاج لا يتلحي جدا بس ما تستنيش جري على المستشفى هم حيشخصوه بسهولة جدا جدا وحيدولو دم طبعا يعوضو عن الدم اللي الكسر كان فيه امل على التليفون كلمتكو السيدة امل الامجا 369 استاذ امل من الكويت مش بطار كويت بلدنا الحبيب يا الكويت بنحبها جدا مش بطار 369 369 مش بطار حلو يعني ده لامجا سري دوت مش ده امجا سري اسمه اه بيقدر يصلح شوية دهون السلسية في الدم لكن لو كان الكوليسترول يعني استعد الكوليسترولو جدا كولي متأسف مش هيعمل حاجة خالص مش هيعمل حاجة بس مش هيضر لا ما يضرش خالص الامجا سري ما يضرش طب فوايده ايه دكتور اه فاكر حضر وحنا اطفال كانوا بديونا زيت سمك اه فاكر شوية اه هو زيت كبد الحوت زمان ما بتاعي بيته ايه امي بيمنع الدهون السلسية انها هتعل بيحميك بالدهون السلسية يعني اي حد عنده دهون سلسية ارقام عاية ممكن ياخد اوميجا 369 بتاخد اوميجا 369 اه 369 في حاجة هنا دي اسئلة عن المعدة وفي اسئلة تانية عن بيحبوكم اوه في جبر الخواطر يا دكتور في اسئلة تانية الدكتور الحقيقة يعني مشكورا اللي انا قتحت امركم في اي وقت وحيعمل حلقات عن كل الاشياء دي وكل الاسئلة اللي حالككم بتسألوها انا بشكرك جدا يا دكتور جدا جدا تعالنا نتعود كده في كل حلقة نعملها مع حضرتك اه اه نسمع منك نصيحة عامة للصحة العامة اه 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 كل مرة نقول حاجة كده للناس تاخدها كده كوتيشن حتى نحن نبقى نزعها في الحلقات باستمرار نصيحة نصيحة تضية عامة مش محتاجة ان انا اروح للدكتور نصيحة عامة اكلمك اي لحظة في اليوم بتليفونك ع الموبايل اقولك انت جعان تقولي لا اقولك انت شبعان تقولي لا خليك الـ 24 ساعة لا انت جعان ولا شبعان تعيش 3000 سنة دي نصيحة أولى من الدكتور ودكتور إن شاء الله ما كل مرة احنا هنزيع النصيحة دي باستمرار كده احنا نقطعها في القناة باستمرار لا جعان ولا شبع لا تأكل حتى تجبع ولا لا تأكل حتى تجوع لا تأكل حتى تجبع لا تأكل حتى تجبع ولا تترك نفس الجعان ولا تترك نفسك للجوع ودي فيها فوائد كتيرة جدا 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 بس في ناس ما بتقدرش يا دكتور يعني أنا ما قدرش يا أمر مش بتكلم عن نفسي الوقت بقوم جعان برافو علي يعني بقوم جعان برافو علي ولذلك الميزة ايه بقى ان الأكلة اللي كلتاها نهاردة ممكن تشتهيها بقرا وتشتهيها بعده لأن انت ما بتشبعش منها برافو علي فدي حاجة تسهل أمور كثيرة جدا للبيوت يعني إنما في ناس ما بتقدرش في ناس غوية بتوع تاكل لأ لأ يعني بيفضل طول اليوم مخه شغال وهو في موظف قاعد مخه ما فيوش حاجة خلص هيروح يتغدق معلش بنا هنقل وجهت نزل تانية في واحد ما عندوش مقدرة على احتمال الجوع بل حاليا شوية سوداني يسد نفس برتقانة تفاح اه يعني خد كل الحاجات اللي انك تبقى صحية وعصيب نفس الجعان الجعان ده حيروح بيته وحيعمل كارسة بالزبط وبعدين العقوبة مؤجلة تصلب الشراين والشرين التاجي والشال النصفي وجلطة القلب اللي جاية ملأ أكل عقوبة مؤجلة هو لو حمق نفسه من سن 12-13 يمشي كل يوم ساعة ويلعب الشيطة الرياضة لبالك يعني أنا طبعا يعني أشكر دكتور جدا جدا وكل هذه الأشياء تحمي حالتك الصحية يالك هي موت الإنسان واقفا فدي شيء جميل جدا لأنه الموت ما لنجدعه بيه نصائح لبولة الدكتور عشان تبقى عايش صحيحة كويسة صح ومتقدر تستمتع بالحياة كان عندي واحد في العناية مركزة بشوفه النهاردة الصبح نهاردة الصبح فهو عامل مشكلة كده ممنوع يتقلب فأولي من خلطه قال لي دا كان في نعمة إحنا ما نعرفه مش عارك تقلب يعني التقليب طبعا قال لي دي نعمة دا انتو في نعمة انك تتقلب في السرير طبعا يبقى الأكل ملوش قيمة لا ملوش قيمة خلص الأكل حاجة مضرة جدا وحاجة ممتعة جدا بس تناوله تناوله بيعني بالعقل بحرص يبقى ألف ألف شكر الله يحفظك شكرا جزيلا أنا اللي شكر لكم الله يحفظك ألف شكر أسبوع على خير شكرا جزيلا